موسيقى الحاضر مع المتهمين تمس براءتهما من الاتيام المسند إليهما ودفع ببطلان إذن النيابة العامة مبتنائي على تحريات مصطنعة غير جدية كذلك دفع ببطلان تفتيش محتوى الهاتف المحمول خاصة الهاتف المحمول خاصة المتهم الأول كما ورد بتحقيقات النيابة العامة وذلك استنادا لنص المادة سبعة وتسعين وانتين وستة إجراءات جنائية وكذلك المادة السادسة من القانون رقم مية خمسة وسبعين لسنة الفين وثمانتاشر الخاص بتقنية المعلومات جرائم الانترنت كما دفع يا أستاذ عشان مانعوش لعمل دفوع وخلاص كلام اللي انت بتقوله ده عما تكون الجرائم مرتبطة مجريمة في الانترنت وانا رايح عشان اقبض على كلامة ارتبطة بالليمة الانترنت لكن دوت هاتف المتهم لا عليه الصور اللي ميتاجر فيها هتقول اللي بطلن بطلن الهاتف يا فندم بعد يزلم عليك معلش يعني الدفع اللي انا سببته يا فندم انا هدلل عليه في المرافعة والمحكمة هتسمعني ان شاء الله ده اللي نوعد بيه يعني بس انا انا بربوك يعني ما هو يا فندم انا انا قلت بطلن فقدل يا فندم نقول الدفوع مش قدر الدفوع خلاص يا فندم انا قلت الدفع بس ايه معلش يعني انا احصيت كل نصوص مواد القانون المتعلقة لهذا التفتيش كلها يا فندم ده ده ودبي كدفاع والمحكمة طبعا هي يعني هي اللي هتقدر دفاع المتهم يا فندم وها الكلمة الاولى والاخيرة فيها يعني اللي هم مش كل اللي مش يوصوني خمسين دفع لا يا فندم ما هو يعني معلش واحترام عشان دنصوص قادون احنا انا اضفتها في الدفع بس كما دفع ببطلان القبض لحصوله قبل الازل استنادا الى قالت المتهمين لتحقيقات النيابة العامة والتي ايدتها اقوال شاهدي النفي اللذان استند اليهما في تحقيقات النيابة العامة وقدم حافظة مستندات بها اقراهم بشهالة الشاهدي اللذان استند اليهما في تحقيقات النيابة العامة كما قدم حافظة مستندات بها وطاع الجناية التي اشار اليها الشاهدين باقرار الشهادة والذي قرر بها المتهمين في تحقيقات النيابة العامة بان الكمين كان نتيجة لوجود جريمة قتل في قرية شعشاع كما دفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه للقوة المرافقة وعدم قيد المأمورية بدفتر الاحوال مما يعني ان للواقع صورة اخرى امسكت عنها الاوراق ودفع اخيرا بعدم معقولات تصوير الواقعة على النحو الوارد بالاوراق صاحب المعالي السادة الرئيس اصحاب المعالي السادة المستشارين الاجلاء بعد مطالعة هذه الواقع وتحصيل الدفاع لها وامامه بالملابسات التي احاطت بها ويحيط بها محكمة اثناء هذه المرافعة تذكر ما قاله لنا استاذنا الاستاذ الدكتور الفقيه رؤوف عبيد في مقدمة كتابه المشكلات العملية في الاجراءات الجنائية حينما سطر تحديدا لا يا فنم انا القاهرة فنم بس انا بصراحة كتب رؤوف عبيد يعني بامانة جديدة فنم يعني قمة في الراوعة ومقطوعات ادبية قانونية بيسترها يعني حينما سطر تحديدا وقال ان اي خلل في التشريع الاجرائي اخطر على مصير العدالة من الخلل في التشريع العقابي مع ان الاول يحكم شكل الدعوة والثاني موضوعها ذلك لانه وفي النهاية يصبح ميزان العدالة في يد القاضي الذي يختاره التشريع لا في يد التشريع الذي يطبقه القاضي ولذلك كان من الاصلح للمجتمع ان تكون هناك حكمة في القاضي مع ضعف في التشريع من ان تكون هناك قوة في التشريع مع ضعف في القاضي والاصلح الاصلح الاصلح ان يكون هناك حكمة في القاضي وقوة في التشريع نعم هي حكمة القضاء التي يلوز بها الدفاع ويلوز بها امثال هؤلاء المتهمون في مسلم هذه الوقائع التي تؤرض على عدالتكم وعيئتكم الموقع حقيقة حينما طالعنا الدعوة وجدنا ان هناك محضر للتحريات قد سطر وسطر بكلمات قام محرر محضره بتصطيرها على نحو نكاذوا قد تلفنا رؤيته على هذا النحو ان متهمين يقومان بالابدار في الاسلحة النارية وكذلك الزخائر الحية حسب ما روى وقال قام بالعرض على النيابة العامة لاستصدار اذن النيابة العامة واذا ما وضعنا هذه التحريات في ميزان عدلكم لوجدنا انها حينما تكلم القضاء عن التحريات قرر بانه لا بد ان تكون هذا المحضر او هذه التحريات قد انطوت على شبهات مقبولة وامارات كافية ودلائل قوية تؤكد صحة ارتكاب المتهم المتحر عنه لجنحة وجناية يستصدر عنها اذن النيابة العامة الذي هو يعد اخطر اجراء ماس بالحريات وينتحك فيه خرومات المساكن على النحو الذي اورده قضاءنا الجليل هذا من ناحية من ناحية ثانية اذا ما طلعنا ما حدث بالنسبة للنيابة العامة في تفتيش الهاتف النقال الخاص بالمتهم الاولى فندم حينما طالعنا ذلك وجدنا انه قد استقر على ان حق مأمول الضبط القضائي نفسه في تفتيش الهاتف المحمول حينما يتم القبض على المتهم وفقا لنص المادة 46 من قانون الاجراءات الجنائية حينما قررت بانه متى جاز القبض وجاز التفتيش ولكن بعد صدور القانون رقم 10 فندم لسنة 2003 والقانون 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم الانترنت تحدثت عن الهاتف المحمول بانه لابد ان يستصدر اذا ما اريد تفتيش الهاتف المحمول ومطالعة محتوى لابد من الامتسال لنص المادة 97 فندم ونص المادة 26 من قانون الاجراءات الجنائية وهو الاصط العام على القانون الخاص بجرائم الانترنت نعم لا يكون تفتيش الهاتف الا اذا كان هناك قاضيا للتحقيق وفقا لنص المادة 97 فندم قاضي التحقيق يكون قاضي ابتدائي او قاضي استئناف او ان يخول القاضي قاضي التحقيق يا فندم النيابة العامة في التفتيش ولا يخول مأمور الضبط القضاء في تفتيش هذا الهاتف على النحو الذي علمنا اياه القانون والقضاء هذا على نحو والمادة الثالثة ايضا حينما تكلمت عن التفتيش فندم قالت بان على المختص من النيابة العامة والمختص من النيابة العامة هو ان يكون بالطبع ونرجع لنص المادة 97 فندم ان يكون قاضيا للتحقيق هو الذي يصدر الامر بالتفتيش بالنسبة لمحتوى ايهاتف محمول على النحو هذا كانت محكمة النقد في احكامها تساير نص المادة 46 الى الفرق 15 فندم صدر حكمه لمحكمة النقد يتضمن وجوب النص او الرجوع للقص العام في النصوص الاجرائية نص المادة 97 ونص المادة فندم بان ذلك يتعرض لحرمة حياتي اناس يرتبطونها بالمتهم فاذا هنا بالضبط كدخول مسكن غير المتهم اذا هنا اطلاع على محتوى يخص غير هذا المتهم فلابد من الرجوع الى الاصل العام في ذلك ولابد ان يكون امر التفتيش بالنسبة للهاتف المحمول ان يكون صادرا من قاضيا للتحقيق على النحو الذي جاء بنص القانوني وما قررت به محكمة اللقد في 2015 فندم على النحو الذي قررنا به وانتم اعلى واعلم من الدفاع فيما نقرر هذا من ناحية من ناحية انسانية حتى بالنسبة للمحتوى بالنسبة للمحتوى حتى المتفرغ من الهاتف ما هو الا قرينة هي قرينة تؤكد بان هناك حسب ما تم سرده بالنسبة للتحقيقات بان المتهم يقول بان هناك طبنجة مصورة او ان هناك بندقية مصورة على هاتف النقال وان هناك شخص قد هاتفه على الهاتف المحمول عن طريق تطبيق الواتساب يا فندم قرر بان هذا هذا السلاح يقول له ابعث هنا على نحو ما قرر بان رجل اسمه مثلا محمود فكري على النحو الذي اوريا بالاوراق هذا الذي يقير يا فندم حينما وجه المتهم في تحقيقات النيابة العامة لان حكم النقد في 2015 فندم وهي الاحكام التي نتعلم منها حينما قرر ذلك قال لا يكون في تعاوض بالضبط يا فندم بالضبط يا فندم لا لا يا فندم بالضبط معلش يا فندم وهل الدفاع الا ان يقول ما يتماشى مع دفاعك اما المحكمة كما قدمنا في المرافعة التي تقوم بتقييم هذا الدفاع لا الامر اكبر من ذلك بالنسبة لنا لا يمكن ان تحقق بعض القضايا يا فندم ما معرفت قادة التحقيق الاهن وتم ذلك في قضايا الثورة في 2011 و 2015 بعده ما هو اذا يعمل اذا يعمل اذا يعمل اذا يعمل يا فندم ماشي ولكن قضايا التحقيق كانوا متواجدين ايضا في هذا التوقيت وايضا وبعض منهم حقق بعض القضايا بامر من النابل هذا موجود على يعني المحكمة اعلم به مننا والمحكمة تعلم ذلك اذا ما حدث وانا سنده لرصوص القانون ولا اتي بشيء من عندياته هذا بالنسبة لهذا الدفع سنان المتحصل من هذا الهاتف فندم على هذا النحن ما هو الا قرينة هذه القرينة قابلة لان تكون لإثبات عكسها بالضبط يا فندم لتقدير المحكمة هذا ما يأتي به الدفاع اليك وهذا ما ينهله الدفاع من علمكم الذي نراه في احكامكم القرينة بالطبع يقبل إثباته عكسية على هذا النحن اذا محمد سعد جنيد يا فندم انا حضرت قدام عليك في شهر 12 في شهر 12 في جنيه التزوير افندم اما جيت بصراحة يعني شرفت كنت باتكلم في الانتضاء والمحكمة الحمد لله سمعت الدفاعي وعملت بالانتضاء في الدعوة في الجناء يعني شوفنا جزيل افندم فإذا ما كان الامر على هذا النحو بالنسبة للقرينة ومدى تقدير المحكمة لها على هذا النحو فإن ما أوتي به من الهاتف لا يمكن أن يتساند مع الواقع المثبتة في محضر الاتهاب ولا يمكن أن يعددها لأنه قال بأن ذلك أنا أخذت هذا ده حاجات جاءت من عن نت وخدتها ولم يقر هنا في هذه الحالة بأن هذه الأشياء يقوم هو بالإددار بها فإذا ما كان هذا الأمر على نحوه بالنسبة لهذه القرينة المستخرجة فإنها لا يمكن أن تكون على هذا النحو دليلاً طبع هؤلاء المتهمين أو قرينة قوية يعلمنا القضاء أنه يعمل القرينة كعمل الدليل في الدعوة إذا مرتأ بأن ذلك يرقى إلى مستوى اليقين القضائية بالنسبة له هذا ما تعلمنا صورة اللي هو على الموبايل المطبقة للبندوقية الألي اللي هما ضربتهم لا يا فندم في نقطة أقول لها حضرتك عليها يعني عشان أنا أقولها طابق البندوقية للصورة يعني البندوقية تتشابه إلا إذا كان الرقم اللي موجود يا فندم هو الرقم الموجود هو ما أفنش يا فندم يعني والمحكمة تقرر بأن ذلك أو كان فيه شك أو احتمال فإن الاحتمال يتولد عنه شك وفصل لصالح الدقاء نعم فندم ما هو دفاع فندم في النقطة دي يعني كما كما قررنا لم يقتل من خلال هذه الصورة بقارينة لا تقبل إثبات العكس تقبل المتام في التام المسند الأيام يعني يعني اعتبرنا أن أنا أكمل يا فندم ببس يعني طيب يا فندم مش وبناء عليها فندم على هذا النحو أنا أقول قلمة أخيرة بس يا فندم في مسألة ما تسيدنا القضاء فيه في مبدأ الاقتناع القضاء أنا أقول بأن أي دعوة من الدعوة إذا ما انتظمها أي إجراء من الإجراءات تحريات إذن النيابة العامة محضر الضبط كل ذلك المحكمة علمتنا بأن هذه إجراءات انتظمها القانون لا يقام الدليل عليها ولكن المحكمة حينما تتعرض للدليل فإن ودانها ويقينها ينصرف إلى الدليل الذي يثبت الوقائع أو ينفيه فإذا ما أطاحت المحكمة حينما تعلم بأن الوقائع المسندة من أنه صور الواقعة على النحو الذي صورها بيا فندم بأنه رأى المتهمين وهو الذي قرر بأنهم يتاجران في السلاح والزخيرة بأنهم قد دخل عليه ما بالكمين حسب ما أورى وأن المتهم وضع السلاح للآل يا فندم بن فخزي المتهم علىه وأن المتهم التاني كان حطت الطبانجة تحته حتى قال بأنه حينما أنزل هما استكمل تفتيش السيارة فوجد في السيارة ماذا وجد فيها التليفون المحمول يا فندم وخزيتين يعني أعكس منطق الواقع بكل سزاجة بالنسبة للمتلقي بمعنى يا فندم يعني أنا أكون معايا التليفون يا فندم المحمول بتاعي وأحط التليفون في العربية أعينه يتفتش يجيبه وأمسك السلاح أحطه معلش يعني أنا أضع السلاح هكذا بهذا التصوير بين فخزي المتهم وهو جالس وقال بأن الإضاءة سمحت له بنؤية ذلك فهل يعقل وهل من المنطق والمعقول الذي علمنا القضاء إياه بأنه إذا تعارض المنطق مع الدليل وغلب المنطق على الدليل هل فيما قرر به بهذا النحو والذي استصدر إذن النيابة العام وهل يستصدر إذن النيابة العامة فندم لعمل كمين أم للدخول إلى المنزل أنت تقول لنا وتوري في الأوراق بأنهم يتاجران بالأسلحة في منزلهما ويتخذان من المنزل وملحقات المنزل مكانا لذلك فهذه أسلحة والبلاد تعجب فوضى الإرهاب على نحو ما نرى فإذا ما كان الأمر على صحته حينما قررت ذلك فكان عليك أن تأخذ المتهمين إذا ما أردت أن تقرر لنا بأن إجراءاتك صحيحة بالانتقار إلى مسكنهما للبحث عن باقي الأسلحة إذا ما كان ومنال عليها فندم نلتمس من عدالة المحكمة وهي الأعلى بالنسبة لنا في دفاعاً عن هؤلاء المتهمين وحقوقيما نلتمس براءاتهمها فندم نلتمس من المسنر إليها وهشكر لعدالكم وحسن الاستماع في صحة الصدر شكراً جزيلاً اشتركوا في القناة